إدارة المنتخب دي أنا واثق ناشئ شديد الصعوب أي منتخب رياضي إدارته شديدة الصعوب بتتعامل مع نجوم، بتتعامل مع إيجو، بتتعامل مع هدفين، إلى آخره فالإدارة بتبقى صعبة لكن إلى أي مدى إدارة منتخبنا تحديداً صعبة أو شايفها فيها ثلاثة يعني أنت اللي هتقول لي أنا بصراحة يعني محظوظ جداً أنا موجود مع الجيل ده من اللعيبة حقيقي جيل كله محترم، والتعامل ما فيهوش إدارة، فيه أخوي، إحنا أخوات حقيقي أنا فيه أربع أو خمس لعيبة من نفس جيلي، ولحقنا بعض ولعبنا مع بعض كتير وأصدقائي وأصحابي كل حاجة، والأجيال الأصغر أعتبر أخواتي فإحنا بقنا تقريباً سادس سنة مع بعض، كان مجموعة 90% من المجموعة و 8% من المجموعة بقنا خمس ستسنين مع بعض، فخلاص بقى فيه ألفة ما بيننا أنا في حقيقة التعامل حتى دايماً ما بنتكلم قبل كل معسكرة، قبل كل حاجة، بنتكلم كأخوات وزي ما د. محمد أمين بزبط قالي، أنا بتعلم منه في الآخر، كل مرة بنقعد مع بعض إيه يا جماعة اللي كان واحدش في الفترة اللي فاتت، وإيه اللي أحسن؟ لدينا في آخر دوري، أكثر حاجة تهمني، إن اللعيب يكون نازل التبرين مركز 100% في التبرين عشان ينفس تعليمات المدير الفني، ويؤدي التبرين بأحسن طريقة كل بقى التفاصيل اللي توصل لدي، لازم يكون مغطيها من قبل بداية المعسكرة، قبل بداية التبرين فلازم أسمع من اللعيب، اللعيب بالنسبة لي هو أهم حاجة، هو العميل بتاعي في الآخر إن أنا ما يحتاج أخدمه كويس عشان يقدر يقدي كويس عشان يتحسن ويقدر نعمل نتائج كويس فحقيقة مع الجيل ده الحالي، أنا في كمة، إن أنا يعني أحصوص حقيقة جداً لأن الناس كلها قد المسئولية وفهم اللي إحنا كلنا عندنا هدف واحد يعني مناخد خطوات طبعاً، أول خطوة الحمد لله اللي إحنا كسبنا أفريقيا عشان نتأهل الأولمبياد كلنا عندنا حلم ميديلية أولمبياد أو ميديلية عالمية إن شاء الله إن شاء الله يا رب يعني الجيل ده في كل مرة قريب جداً من الحتة دي، نوصلنا تكة ونوصل لها إزي أمد أطول بزبطة قال أطول محمد اللي إحنا بعد كسر العالم بتاع مصر والأولمبياد اللي فاتت اللي إحنا خلاص كنا قريبين جداً من لفل بتاع الناس اللي على المناصر فاستعنا بإخوان كولوس باستور مدير فني معروف عالمين، راجل اسمه كبير جداً حق مع أسبانيا أول ميديلية أول بتورة كاسعالم لأسبانيا، كانت معاه هو سنة 2005 كسب معاه ميديلية أولمبياد سنة 2008، عنده خبرات كتيرة جداً فقالنا هو ده اللي إحنا محتاجينه الوقت ده عشان نقدر إنقنا الخطوة اللي جاي إحنا بدأنا مشروع ده حوالي من خمس سنين ونصر بالزبط، المشروع اللي هو المدرسة الأسبانية نفسها عملت معنى نجاح كبير جداً، وتقدمنا كتير، بس في بقى خطوة اللي جاية اللي إحنا عايزينها إن شاء الله اللي إحنا نتوق بقى ونبقى على مناصة التوبيب في بطولة عالمية، والأولمبياد إن شاء الله بيزدينها